يا صباحي فل، كيف حالكم عامليني يا رب تكونوا بخير؟ نستاني في حديثنا النهاردة عن الاتاتشمنت ستايلز والوجه الآخر للانكشاس اتشمنت ألا وهو الافويتنت اتشمنت الشخص اللي عنده نمط تعلق اجتنابي والحقيقة ان كل حاجة بنتعرض لها في الطفولة بيكون لها شكلين اما اني انصع وراها وامشي وراها اقصى اليمين او اقصى الشمال يعني اساءة الطفولة او الاضطرابات اللي بتحصل لنا او الحرمان العاطفي اللي بنمر بيه بأي درجة من الدرجات بنتعامل معايا اما سلبا او اجابا فالشخصات الاجتنابية كمان اتعرضت للحرمان العاطفي او الحرمان من الاحتياجات العاطفية واحتياجات النفسية في الطفولة بغياب احد الابوين بان حد فيهم ما كانش بيباليديد بيقدر المشاعر او بيعرف يعبر عن المشاعر ويمكن انديكوا امثلة يعني حقيقية من ناس عانوا المعاناة دي انه مثلا حد كان بيحكي انه فاكر كويس جدا وهنا ده مثلا اربع سنين انها صحت منهم ما لقيتش باباها سافر من غير ما يسلم عليها ودي الاحتياجات النفسية للوداع او يحضرها لده وهي كانت قريبة منه جدا جدا فده ساب عندها اثر هي فاكرية حتى وهي كبيرة ده مش معنى احنا لو عملنا فاعل واحد هيأثر في نفسية ولادنا فهيدمرها ولكن هي مجموعة افعال بتوصلنا للحتة دي من الامثلة الاخرى ان يكون البنت مثلا مش شبه مامتها او شبه باباها او عائلة باباها او الابن اللي كافش الفداء اللي هو مختلف عن اخواته او سائر عن الوضع العام فبالتالي يتعرض للاحتياجات العاطفية انه يتعامل بشكل معين في البيت فيبقى طول وقت منبوز او بيتعامل معاه بعنف او بوصمة وهكذا فيبقى عنده نقصة في الاحتياجات النفسية في المشاعر اللي بياخدها في شعور الامان فيتكون عنده مفهوم ان الارتباط يساوي مبلغة في الاعتمادية على النفس ان انا مستقل نفسيا وانا اساس كل حاجة فانا مهتم جدا ان اكون تمام فيبقى اكبر مشكلة عنده في القرب يبقى عنده مشكلة في الاتاتشمنت تلاقيه بيحب جدا ولطيف جدا ووديع جدا في العلاقات وفجأة يختفي يختفي الفترات بدون سبب ولما تتناقش معاه طبعا الشخصية الاجتنابية بيجتنب تماما اي مواجهات يعني يرفض تماما الدخول في المناقشة او الدخول في صدام او توكيد حق او اي شيء فبيسكت تماما وبيكون عنده شوية من ارضاء الاخرين يعني بيرضي الاخرين على حساب نفسه علشان يتقي فكرة المجدلة او الصدام او اي شيء هو مش عايز يخش في اي حاجة خلينا نجتنب ده فاللي انتو عايزين نحامله لكو فيفضل يعمل ده لحد فترة فيفضل يعبي شوية وبعد شوية يبقى مش قادر فيختفي ويرجع تاني للكهف بتاعه يعني بالنسبة له فكرة ازا تويق او انه هو يعود مع نفسه ده امر مهم جدا بس الحقيقة انه ما بيعودش مع نفسه في حالة استقرار نفسي او في حالة سلام او انه عايش جوه يعني ده مش بيحصل هو بيعيش في نفسه افكار الخوف والقلق والتوتر بس بينه بالنفسه غالبا الاشخاص المتوترين او اللي عندهم عاطفة زيادة بيشوفوا ان الشخص الاجتنابي شخص بارد ما بيتأثرش ما بيحسش لانه مش بيتفعل بنفس الطريقة ما عمدوش حتة القرب والتلامس ما بيحبش يقرب من الناس بيعتبر ده تلزيق والقصص دي افورة وهكذا مع انه احيانا بيكون شخصية حساسة جدا جدا يعني من جواه بيكون فيه وجع ولغبطة وحيرة بس غالبا مش بيظهر مش بيعرف يعبر عن مشاعر بيعنده صعوبة كبيرة جدا انه يخرج مشاعره لبرة هو اصلا غرقان جوا نفسه فمش بيعرف يطلع عدد من العلامات الشهيرة جدا ان العلاقات بتاعته بتبقى يعني مائعة ما بتبقاش لها شكل ريال الصحاب بشرطة او ان يبقى متجاوز مثلا ومرتبط بواحدة لسنين وبيحبها وكل حاجة بس ان يبقى مش اي حاجة خاص مااخدش اكشن يعني يفضل معاها لسنوات لانه هو مش عايز ياخد خطوة مش قادر ياخد خطوة ما عندوش تعريف للعلاقات هو طول وقت اهم حاجة عنده ان هو يبقى تمام يعني اهم حاجة عنده هو مرتاح وتمام وكل احتياجاته عنده فاحتياجاته دي لو جات بعلاقات متعددة ما عندوش مشكلة لو احتياجاته دي جات بعلاقة تانية فغير علاقة الزوجية ما عندوش ادنى مشكلة المهم ان انا احافظ ان انا بقى كويس وابقى تمام عشان ده الامان بالنسبة لي مش بيدوب في الاخر يعني بيدي عطاء كتير جدا وبيبقى ساخي جدا في العطاء لكن ما بيحبش يمتلك ما بيحبش فكرة روحت فين جت منين عملت ايه كلمتي من ايه قصص دي بالنسبة له يعني تنف العلاقة بتقفله تماما من العلاقات فهو شخص عنده يعني مروحهم جي طبعا طبعا بيلعب لعبة القط والفار دايما مع الانكشيس مع الشخص اللي عنده انكشيس اتاتشمت او توطر وقالق زيادة فبقى عندهم طول الوقت كده اللعبة القط والفار ليه لان الانكشيس ده عايزه موجود 24 ساعة هو عايز يلزق فيه زي ما كنا بنحكي المنبارح انه عايزه لازق فيه وعايزه موجود طول الوقت وبيخاف جدا لو اختفى وهو ما بيعرفش يكمل طول الوقت موجود فيبقى موجود شوية او ما يحس ان هو يعني متوتر من الضغطة ومن الشعبطة ومن الخنقة فبيختفي على طول فيسبب ترومة ويسبب خبط اللي قدامه فيبقى عندهم علاقة كده لها شكل معين هنحكي عنها فيما بعد لما نتكلم عن الانماط المختلفة وازاي بيتعاملوا مع بعض اللي عايزين نقول في الشخصية الاجتنابية او الشخصية اللي عنده نمط اجتنابي في التعلق ان عنده عنده احساس بعدم الامان ومش بيتطمن بسهولة فلو حضرتك لقيت عندك هزيه السمات فانت محتاج القاتي محتاج الاول تاخد رحلة استكشافية داخل نفسك تتعرف عليها تعرف مشاعرك تعرف افكارك تعرف تفرق ما بينهم وده مهم جدا ثانيا انت بتدي تحس بالامان حواليك تتطمن ان فيه علاقات فيها حب غير مشروط يعني تتطمن ان الدنيا حواليك فيها ناس اكيد صعبة وناس بيخة وناس حتهجورك وتسيبك وتمشي بس فيه ناس مطمئنة فانت محتاج تشتغل على ده ثالثا محتاج تحط لنفسك قواعد تمشي فيها تطويرك لنفسك مش بس معتمد عليك احنا محتاجين للاخرين فمحتاجين للدواري اللي حوالينا والاهم انك لما بترفض له لقدامك طلب او تقول له لا او تحط معها حدود مش بتخسره انت وارد تكسب لقدامك اكتر لو بنيت معها حدود صحية مناسبة ليك ولو رغينا كتير قوي النهاردة بس نتمنى يكون ده انا ورلينا حاجة ويعني يعني ده انا معلومات كده وكواس الحمد لان احنا قدرنا نستقنف حدثنا بعد صهرة مبارح في التلفزيون فكده كواس قوي صباحكم زي الفل ويومكم عظيم ان شاء الله